السلام عليكم ايه زيكو اخباركو ايه نتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حالة تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة بمجموعة من الوصفات اللذيذة جدا اللي بالفعل كلها تفتح النفس اللي مجرد ما بالفعل بتجددي وتغيري في معظم الوظفات اللي زي دي بتحس كده يعني بالفعل بالتنوع والتكديد اكيد طبعا مش كل حياتنا هتكون اكل وشرب لكن صدقوني مجرد بسا بنشوف اكلات ووصفات جديدة زي دي بتحس بالتغيير بالتنوع شوية بتكساري الملل ممكن تعملوا حلويات زي اللي قدامنا ده كيكا صغيرة كده بالمربع اي حاجة سريعة المهم تكساري بيها الملل وكمان طبعا معظم اولادنا بالفعل اللي ما بيأكلوش معظم الحاجات المفيدة تقدري تتحكي عليهم بأكلات ووصفات زي دي تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده الانواع طبعا اللي انت بتنزيه اي محل حلويات وبتقدري انت تجيبي المنتجات اللي زي دي وبالفعل بيكون سعرها غالي شوية فتيجي تقدري ان انت تعملي كل ده في البيت وكمان بتكلفة اكيد ممكن تكون بسيطة اكيد يعني هنا من الشرط ان انت تجيبي الجنباري او السمك السلمون او اي حاجة ممكن تقدري تعمليها حتى لو بتكلفة بسيطة وممكن طبعا تعملي عزومة وتكوني حابة ان انت تبهير ضيوفك بأشكال حلوة زي دي وممكن كمان تكوني عاملة عزومة تانية وحابة ان ان انت تعملي اصناف جديدة تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده بقى الكوسة اللي حجمها بالفعل ده يعني كبير شوية فيه ستات كتيرة ما بتحبش طبعا الشكل ده في الكوسة خصوصا ان بيكون حجمها كبير وكمان في نفس الوقت بيشوفه ان هي ببيكونش طعمها لذيذ قوي فالسيدة اللي قدامنا دي بالفعل قدرت كده تقسر الملل وتحشيها باللحمة المفرومة وتجيب معنا دلوقتي هنا كده الطماطم وتنزل عليها بالملح والفلفل وتنزل حلقات كمان الكوسة في اللحمة المفرومة بالشكل ده دي كلها طبعا تفاصيل بنشوفها مع بعض وبالفعل بتكون مختلفة وجديدة جدا ونحط عليها كده بشر الجبنة المتزللة من على الوش ونبدأ كمان نحط عليها كده رشة من الخضار وكلها بالفعل تفتح النفس جدا اكيد هتقدمي طبق زي ده جنب يعني الرز بتاعك او الرز بالشعرية حاجة جديدة وحاجة مختلفة الخضار مع اللحمة المفرومة الطعمة اكيد هيكون مختلف والمزاق هيل جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده وصفة تانية ويا ترى هتكون حاملة معنا ازاي الكفير يا جماعة اللي بيكون سعر وغالي وخيالي جدا اكيد طبعا مش كلنا ممكن نعمل الوصفة دي باستمرار لكن زي ما قلتلكم معظم الوصفات اللي زي دي ممكن تعمليها كل فترة الخاصة والكابوتشا وهنا كمان برضو كده يعني البودل مسلوء وطماطم التشري السغيرة وشوية كمان كده من البطاطس المتحمرة والجبنة المتزللة يعني عمتا كده مع اي طبعا بقى سمك موجودة عندك سمك فلي وتعالوا نشوف هنا كمان كده القفيار وحليه شوية من المايونيز وكمان طبعا بقى الخيار المخلي وكمان في نفس الوقت كده زي ما انتوا شايفين بدأت تعمله برولات اللي انتوا شايفينها دي وحط عليه طبعا كده قطع من السمك الفليه برضو من فوق وطبعا اكيد الطعم هيكون حكاية تانية خالص تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده بدأت تعمل معايا القفيار هنا باصناف تانية مختلفة وكمان اكيد يعني مجرد ما بتخلي هنا قسرتك تشاركك في الاكلات والواصفات اللي زي دي بتحسي اكيد بمتعة حلوة جدا هنا الزوج والاولاد كلهم بالفعل اتفق ان هما يشاركوا في اللحمة اللي طبعا بتكون معمولة بالعجين دي وبيبدأوا كمان ان هما يسلقوها على النار بالطريقة العادية والتقليدية لكلنا عارفينها حتى الاطفال في السن الصغير اللي زي ده مجرد ما بيشاركوا في الاكلات والواصفات زي دي بيحسوا طبعا بنوع من الانبهار وبيكونوا سهداء جدا طبعا يا جماعة يعني اللحظات اللي زي دي اكيد حابوا ان هما يسجلوها ويبروها لنا عشان نشوف برضو ان مش الامة بس هي لتعمل معظم الاكلات والواصفات اللي زي دي لكن صدقوني بمشاركة اقل التفاصيل اللي زي دي بتفرق جدا معنا تعالوا نبص هنا كمان دلوقتي كده طبعا على ازاي نسلقها في المية وتطلع كمان معنا النتيجة خالية جدا قد ايه كمان بتطلع مسلوقة والطعم بيكون لذيذ وهاي الامي تعالوا نبص هنا كمان برضو كده طبعا بتقدميها جنب اي صوص انت بتحبيه بيه ندخل دلوقتي هنا كمان كده على وصفة تانية شوية كمان كده من الفلفل بقى طبعا اللي متقطع معنا كده بالشكل ده وشوية كمان كده من الجزر والبصل ونجيب هنا طبعا كده اللحمة بتاعتنا ونبدأ الاول نشواحها على النار وننزل عليها بالملح والفلفل وبعد كده البصل وبعد كده طبعا كده الجزر والفلفل للالوان ونبدأ نقلبها التقليبة بالشكل ده طبعا يا جماعة دي كلها كده مجموعة من الاصناف اللي ممكن تكون بالفعل جديدة مع شوية من الكوسة وكمان ده هنا يعني حاجة شبه المكارونا شوية هم يعني متعودين عليها حاجة ممكن تكون شبه المكارونا الاندومي وشوية كمان كده من الطويل بتاعتك والسمسم وحبة البركة وبتقول يعني الطعم بيكون مختلف جدا حتى القلوب اللي احنا بنجيبها القلب بتاع الفراخ الاعدية جدا وننزل عليهم كده بالبصل والجزر المبشور والطماطم ونبدأ نقلب كل ده مع طماطم كمان مهروسة وننزل عليهم كمان بالبطاطس والمشرم ونبدأ كمان نحط عليهم المياه المغلية عشان كل ده يستبي مع بعضه مع طبعا القرافس مع التوم النتيجة بتكون خيالية جدا تعالوا مع بعض هنا كمان كده نكمل ونشوف طبعا الوصفة اللي مجرب ما طلعت معنا بقت النتيجة قد ايه حلوة قبل قبل تعالوا نبص كمان دلوقتي كده على شكلها اللي بالفعل حاجة سريعة ومبتاخدش معاك وقت وكمان يا جماعة سعرها ما بيكونش غالي قد كده يعني طبعا كم واحدة فينا ممكن تقدري تجمعي شوية كده من الدجاج اللي عندك وتعملي بيهم نفس الصنط تعالوا نشوف كمان كده بقى الانواع الصنط اللي انت بتجيبيها من معظم المحلات وبيكون سعرها غالي تقدري طبعا تعمليها في البيت بم شوية كده من يعني الحاجات اللي موجودة عندك بعض الجبن على بعض شوية من الخضار وتعملي صنف اللذيذ جدا دي كلها طبعا من الحاجات الخفيفة والسريعة اللي انت تقدري تنجيزي بيها يومك تعالوا نبص هنا كمان دلوقتي كده على اللحمة المفرومة وازاي كمان هتبدأ تعملها معانا بطريقة هيلة جدا البصل والملح والفلفل ونبدأ كمان نشوح كل ده على النار وننزل دلوقتي كده هنا بمكعبات الطماطم وشوية من الزيت ونبدأ ننزل اول بالجزر ونشوح ونجيب كمان كده دلوقتي الطماطم اللي مفرومة معانا دي او متقطعة مكعبات ونبدأ كمان دلوقتي نحط طبعا اللحمة المفرومة جوة الفلفل الطماطم جوة الكوسة البتنجان زي ما انت حاب يعني زي كأنك بالضبط بتعملي نوع من المحاشي بس طبعا بطريقة مختلفة وجديدة شوية وهو ده كمان كده حلاوة الفيديوهات بتاعتنا رشة كده طبعا بقى من الخضر على الوش بتخلي الطعم والشكل كمان في مكان تاني خالص شوية من الجبنة المزدرلة زي ما شفنا واكيد طبعا ده الطعم بيكون حكاية تعالوا نبص كمان دلوقتي كده هنا على الوصفة اللي قدامنا شوية كمان كده من الصلصة على الزعتر عجينة بتاعتنا بالشكل ده وشوية كمان طبعا كده من البيض او اي قطع لحة موجودة عندك والجبنة المزدرلة بتاعتك وتبداي كمان كده تعملي الرول اللذيذي اللي انت شايفها ده طبعا كده طريقة مختلفة ونبدأ نقطعها كمان بالشكل انتو شايفينه ده واندهنها كده بشوية من صفار البيض واللبن واندخلها الفرن بتطلع معاكي مستوية وحاجة خرافية جدا شوية كمان كده هنا بالخضرة على الوش طبعا بيخلولك الحاجة في عالم تاني خالص طبعا دي كلها مجرد تفاصيل مجرد ما بنشوفها بتغير وجهة نظرك عن معظم الاكلات اللذيذة بدخل كمان دلوقتي هنا معاها على تنظيم التلاجة اللي بالفعل كانت جيبة مجموعة من الخضار والمشتريات وحابت تنظم معنا التلاجة بكل المشتريات بتاعتها دي طبعا معظم الحاجات البسيطة بتفرق جدا في الشكل العام في طريقة التنظيم في ترتيب البيض بتيجي ببص كده بتحس ان كل حاجة في مكانها الطبيعي بتكون أروأ جدا وكمان التفاصيل دي بتفرق بالنسبالك حتى الخضار والفاكهة بتوعك وانت بتروسيهم في التلاجة وازاي تقدر ان انت تخزنيهم يعني طبعا كده الحاجات الورقية بتحط لها منديل عشان تنتصر رتوبة وتحافظ معاهم لفترة أطول دي كلها كده مجموعة من التفاصيل اللي احنا بنشوفها بالفعل بتغير في مودك وكمان بتنقلك لعالم تاني خالص وتلاقي الموضوع أسهل بكتير حتى الأسماك بتاعتك طريقة تفرزها تخزينك لكل حاجة كل الكلام ده بيفرق جدا معاك تيجي ببصي في النهاية على شكل التلاجة أكيد وهي منظمة الموضوع بيكون أحسن بكتير تخيالي كده ان انت قبل ما تنزل السوبر ماركت عشان تشتري خزيني البيت عندك بتكوني منظفها بالشكل ده وأكيد طبعا بعد ما بتروسيها الموضوع بينقلك في عالم تاني خالص تعالوا نبصي هنا كمان كده على نوع الفطاير ده اللي هي عملتها معنا الدقيق وشوية كمان كده طبعا من رشة الملح ورشة السكر وكمان طبعا البيت بتاك وكمان شوية من الزبدة وتبداي كمان تعملي معانا العجينة اللذيذة دي اللي بالفعل شالتها من الميا المسلوقة وبدأت كمان تحط كده طبقة زي ما انتوا شايفين وشوية كمان من الجبنة المتزرلة وأظن طبعا معظم الفطاير دي بالفعل بتبقى حاجة جديدة مختلفة مجرد ما بتدخل الفرن والجبنة دي كمان بتسيح معاكي ومتلاقي الموضوع اسهل واحسن بكتير قوي كأنك بالضبط كده عاملة صندويتش بس كده طبقة من جوة طبعا محشي بالجبنة بيبقى الطعم فيه حكاية تعالوا نبص هنا كمان كده على نوع تاني من المكارونة الزبدة ونزلنا عليها كمان كده بالبصل الصغير وشوية من التوم وننزل كمان هنا كده بالجنباري بتاعنا في نفس الوقت اللي كنا بنسلق في المكارونة وكريمة الطبخ ننزل هنا كده بيها طبعا على الجنباري بتاعنا وأكيد طبعا لحد ما يستوي شوية وبعد كده بشر من الجبنة المتزرلة بتاعتك أو الجبنة تشيدر وتبدئت بصي الجبنة دلوقتي كده المكارونة المسلوة بتاعتنا ونبدأ ننزلها كمان في الصوص الأبيض ده تخيلوا بس كده معانا الطعم هيكون عامل ازاي ووصفة سريعة والأزيزة وعملية جدا وكمان ما تاخدش معاك وقت خصوصا أكيد لو انت عندك شوية من الجنباري أكيد طبعا الطعم هيكون حاجة تانية مختلفة جدا المزاق حكاية والطعم حكاية وما فيش أروع من كده تعالوا نشوف هنا كمان كده برضو طريقة عمل الكورومب بس طبعا بطريقة تانية مختلفة جابنا الكورومب هنا معينا ودخلناه كده في المايكرويف وكمان في نفس الوقت بدأنا نقطعه بالشكل ده وطبعا بقى بتحضر البصل المفروم بتاك وكمان شوية من الرز ونبدأ كمان ننزل عليهم بالتوابل وكان فاصل توم ونحشي بقى كمان طبعا ورق الكورومب اللي احنا عارفين بيتحاشى كده بطريقة هنا مختلفة عننا شوية السنك بتاعه بيكون أكبر نجيب هنا عمتا كده البصل والجزر ونبدأ نشوحهم ومعلاقة كمان من الصلصة ونقلب كل ده وننزل عليهم طبعا بالمية السخنة مع البطاطس ونشوف طبعا دلوقتي كمان كده الأوالب الملفوفة دي من المحشي بتاعنا هتدينا شكل عمل ازاي طبعا لحد ما استوي ننزل عليه بشوية من الخضرة هيبقى الشكل والطعم حكاية وكمان في نفس الوقت طبعا كده تحت منه بقى البطاطس بتاعتك يعني يا جماعة القرنب هم هناك في البلاد الروسية بيعملوه بأكتر من شكل مختلف وكمان في البلاد التركية هم الاتنين قريبين جدا من بعض في معظم الأكالات والوصفات يمكن هم كمان مختلفين علينا هنا في البلادنا المصرية تعالوا نشوف هنا كمان كده المشروم اللي هيتقدم معينا بطريقة جديدة شوية وننزل عليه بالبصل وهنا كمان كده نجيب برضو شوية من صدور الفراخ أو طبعا الأسماك المخلية أي نوع انت بتحبيه والخيار المخلل ونبدأ ننزل عليهم هنا كمان برضو كده بالميونيس بتاعنا وشوية من البصل وكمان في نفس الوقت الخلطة اللي هي عمايتها معينا بالمشروم وشوية كمان طبعا كده برضو بالميونيس بين كل طبقة والتانية ونبدأ نشوف برضو كده يعني الحاجات دي يا جماعة بتتعمل في معظم المحلات وبتتقدم بشكل يعني أكيد طبعا شكلها بيكون لذيذ زي ما تشوفه دلوقتي لكن الصراحة السعر بيكون غلي جدا فتقدر ان انت تعملي وتقديمي أكلات وقصفات زي دي في البيت بمنتهى البساطة ويدب كيش شبسي كده في الجناب وبدأت بالفعل انت تزييني بيه وتعملي شكل مختلف زي ما انت شايفه طبعا الحاجات دي بتبهري بيها ديوفك خصوصا أكيد لو انت عاملة عزومة كبيرة شوية تعالوا نبصي أنا كمان كده على البطاطس برضو اللي هتهرسها معينا وننزل دلوقتي بمكعب الزبدة والمشروب بتاعنا ونشوف طبعا دلوقتي الوصفة دي هتكون عبارة عن الملح والفلفل بتوعنا ونبدأ كمان نقلبهم ونشوحهم كده شويحة سريعة والبصل زي ما انت شايفه وننزل عليهم بكم فص من التوم ونشوف هنا كمان برضو كده الكريمة الخفقة عليهم وطبعا كل ده كده نقلبهم مع بعض ونسيبهم لحد ما يستويه وننزل عليهم هنا بالجبن المتزرلة وصفة سريعة ويه كمان في نفس الوقت هيلة جدا في نفس الوقت طبعا كده بدأنا نهرس هنا البطاطس بتاعتنا وننزل عليها كده بشوية من الشربة اللي كانت موجودة معينا دي ونبدأ كمان كده نخلي البطاطس تكون مهروسة بالشكل ده كويس قوي طبعا بقى بتغريفي شوية من البطاطس دي مع شوية كمان من التببيل او الصوص اللي انت عملتيه كده في النص ويعني يا جماعة ده بفعل اكل المطاعم اللي انت بتروحي اي مطعم كبير وبيكون طبعا أصناق برندات عالية جدا وتطلبي أوردر زي ده بيبقى ساعتها لأسعار خيالية في كده الحالات زي ما بنعرض لكم هنا وصفات بسيطة وعلى قد اليد بنعرض لكم كمان طبعا الوصفات اللي ممكن كمان تكون غالية بالنسبة للمطاعم بره عماتا كا طبعا أتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هنستنى اكيد لايكاتكم الحلوة وحمسكم واشتراككم معي عشان نبهركم بكل جديد شوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ومع السلامة شكرا شكرا